اهلا بيكو طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي واحدة جديدة ودرس جديد هنتكلم عنه النهاردة وهو درس نمو السكان في مصر تعالوا كده نعرف ونشوف الدولة اللي احنا عايشين فيها دي بتعمل ايه هل مهمة مثلا ان هي تعد السكان وتعرف ان عندي السكان الموجودين هل قد ايه عندي ذكور قد ايه عندي ايه ناس طب عددهم كلهم قد ايه طيب الناس دي تعلمها قد ايه عمرهم ما بين قد ايه يعني سن كام وسن كام فكل اللي احنا بنقوله ده دي حاجة اسمها التعداد السكاني يعني ايه تعداد سكاني التعداد السكاني هو حصر يعني ايه حصر يعني انا بعد حصر لعدد السكان اللي موجودين في الدولة عندي وبتعرف على أعدادهم وبتعرف على تركيبهم يعني تركيبهم يعني بعرف عندي قد إيه أطفال مثلا من هما لسه الرد على حد خمس سنين بعد كده من خمس سنين لعشر سنين من عشر سنين مثلا لعشرين سنة ده التركيب بتاعهم بعد كده بتعرف على السن والنوع والمهنة ومستوى التعليم كمان عندي قد إيه مثلا خلصوا المرحلة الابتدائية ووقفوا قد إيه خلصوا المرحلة السنوية طب قد إيه مثلا مخلصين تعليم الجامعة وهكذا كل دولة بتقوم بعمل الحصر ده أو عمل التعداد السكاني ليها ومصر كمان؟ آه طبعا مصر كمان مصر بتقوم بعملية التعداد السكاني دي مرة كل عشر سنوات مرة كل عشر سنوات طب هو التعداد السكاني مهم؟ يعني أنا هستفيد إيه لما أعرف عدد السكان بتوعي أو تركيبهم إيه أو تعليمهم إيه طب المهنة بتاعت كل واحد فيهم أو الوظائف بتاعتهم إيه؟ لا هستفيد هستفيد إيه؟ أول حاجة هكون قادرة أحدد الاحتياجات بتاعتي من المدارس ومن المستشفيات ومن المصانع عشان أوفر قد إيه غذاء للسكان اللي عندي أوفر لهم احتياجاتهم طب هو أنا بس هعرف احتياجاتي اللي هي دلوقتي بس إيه؟ لا ده أنا كمان هبتدي أن أنا أتنبأ باحتياجاتي المستقبلية يعني إيه؟ يعني هبتدي أحسب واشوف أنا دلوقتي محتاجة كمية غذاء معينة أو محتاجة عدد من المدارس والمستشفيات والمصانع دلوقتي بس أنا قدام هيزيد عدد السكان فبالتالي هبقى محتاجة أكتر فممكن في التخطيط أو في الخطط المستقبلية أن أنا أعمل مثلا بزيادة دلوقتي علشان بعد كده أقدر أن أنا أسد احتياجات السكان في المستقبل بأهمية التعداد السكاني وده سؤال مهم جدا وممكن هيجيلي في الامتحان بما تفسر أهمية التعداد السكاني أول حاجة بعرف أو بحدد احتياجاتنا من المدارس والمستشفيات والمصانع والخدمات كمان اللي الناس بتحتاجها داي حاجة التنبؤ باحتياجاتنا المستقبلية لازم تعرفوا أن مصر من أقدم الدول اللي عملت تعداد سكاني طيب أول تعداد سكاني مصر عملته سنة كان كان سنة 1882 ميلاديا ساعتها كان عدد السكان بتاعنا سبعة مليون نسمة نسمة يعني شخص سبعة مليون نسمة سنة 1882 طيب آخر تعداد سكاني مصر عملته سنة كم كان سنة 2006 وفي الوقت ده كان عدد سكان مصر تلاتة وسبعين مليون نسمة عندي حاجة اسمها الزيادة الطبعية يعني إيه كلمة الزيادة الطبعية الزيادة الطبعية هي الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات يعني إيه الكلام ده كل يوم أنا بيبقى عندي ناس بتتولد جديدة وناس بتموت لازم أطرح المواليد من الوفيات يعني بعمل لهم بالماس ناقص خلاص عدد المواليد ناقص عدد الوفيات علشان أعرف أنا كدولة زدت قد إيه في عدد السكان بتاعي كان في زيادة قد إيه دي اسمها زيادة طبعية الزيادة الطبعية وده تعريف موجود عندنا في الكتاب وإحنا مطالبين به هو الفرق ما بين عدد المواليد وعدد الوفيات عندي في مصر مشكلة إيه المشكلة دي إن مصر بتعاني من ارتفاع معدل نمو السكان ارتفاع معدل نمو السكان يعني أنا عندي عدد السكان بيزيد بشكل كتير طيب ده سبب وإيه قال لي بسبب ارتفاع نسبة المواليد وانخفاض نسبة الوفيات يعني عندي ناس بتتولد كتير قوي في المقابل إن فيه ناس بتموت قليل طيب هل كل المحافظات المصرية ليها نفس عدد السكان؟ احنا قلنا واخدنا قبل كده إن أنا عندي عدد محافظات المصرية 27 محافظة هل كل المحافظات ليهم نفس عدد السكان؟ لا خالص عندي نمو السكان بيختلف من محافظة لأخرى طيب إيه السبب؟ إيه اللي بيخلي محافظة؟ يكون عدد السكان بتاعها مرتفع ومحافظة بيكون عدد السكان بتاعها مخفض قالني بسبب الزيادة الطبعية وكمان عندي حاجة اسمها زيادة غير طبعية زيادة غير طبعية دي اللي هي إيه؟ اللي هي الهجرة الهجرة دي زيادة غير طبعية طيب يعني إيه هجرة؟ الهجرة هي انتقال الأفراد من مكان لآخر عندي نوعين من الهجرة أول حاجة هجرة داخلية الهجرة الداخلية دي اللي هي انتقال الأفراد من مكان لآخر داخل الدولة يعني هما مثلا بينتقلوا من محافظة إلى محافظة أخرى زي انتقال سكان الريف إلى المدن عندي النوع الثاني هي الهجرة الخارجية يعني إيه هجرة خارجية؟ يعني انتقال الأفراد من مكان لآخر أو من دولة إلى دولة أخرى زي مثلا أن أنا عندي بعض المصريين بيسفروا إلى دول الخليج العربي عشان مسلا يشتغلوا هناك. طيب هل اسباب الهجرة ان بس ان بس ان احنا نشتغل? قال لي لا. قال لي من اسباب الهجرة او الحاجة البحث عن عمل. ممكن يبقى حد ما عنده شغل فيطار ان هو يعمل هجرة داخلية او خارجية علشان البحث عن فرص عمل. تاني حاجة الحصول على اجور اعلى. يعني انا باشتغل شغلينا دلوقتي بس الوظيفة دي مرتبها بالنسباني مش كافي او مش كويس. فببتدي ان انا اهاجر اروح محافظة تانية او حتى دولة تانية عشان احصل على اجرى اعلى او مرتب اعلى. تالت حاجة عندي التعليم. في ناس بتهاجر بتروح مثلا من محافظة الاخرى او من دولة الى اخرى علشان تتعلم. يبقى دول اسباب الهجرة. يبقى لما يجي في الامتحان ويقول اللي بما تفسر حدوث الهجرة او اسباب الهجرة او حتى في اكمل من اسباب الهجرة. نقاط هقول له البحث عن فرص عمل للتعليم والحصول على اجور اعلى. تعالوا بقى نتكلم عن الهجرة الداخلية في مصر. طالما هجرة داخلية يعني هي بتحدث داخل الدولة. يعني معنى كده ان السكان بيروحوا من محافظة لمحافظة اخرى. ايه اللي بيخلي السكان يروحوا من محافظة لمحافظة اخرى? وجود فرص عمل. وايه كمان? وخدمات. يعني معنى كده ان انا عندي محافظات بتكون جازبة للسكان. جازبة يعني بتشد السكان ليها. طبيعي السكان هيروحوا للمحافظة اللي فيها فرص عمل اللي فيها اجور اعلى اللي فيها خدمات. وهيسيبوا المحافظات اللي بيبقى فيها ما فيهاش خدمات او ما فيهاش فرص عمل كفاية يبقى معنا كده ان انا عندي محافظات جاذبة للسكان ودي زي محافظة القاهرة والاسكندرية وكمان عندي محافظات طاردة للسكان زي محافظات السعيد والدلتا السكان عندي بيعملوا هجرة داخلية من محافظات السعيد والدلتا الى المدن زي القاهرة والاسكندرية وبكده نبقى خلصنا درس النهاردة واشوفكم ان شاء الله في دروس تانية ترجمة نانسي قنقر